ما يزال العديد من الناس مترددين في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث يشكل تدول معلومات الخاطئة عنه خطراً يؤيق جهود السيطرة على الوباء كل بلدان العالم تسعى إلى تكوين مناعة 70% إلى 80% من مجتمعها وهو ما يطلق عليه بمناعة القطيع ما يزال العديد من الناس مترددين في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث يشكل تدول المعلومات الخاطئة عنه خطراً يعيق جهود السيطرة على الوباء وانتشرت منذ بدء حملات التلقيح الكثير من الخرافات المتعلقة بالأثر الجانبية للقاح ونستعرض أبرزها في هذا التقرير يقولون اللقاح آمن، أنا شخصياً ما ألقح لأنه عندي وسائل لتقوية المناعة الطبيعية فأقدر أستخدمها وأكون بالسيف سايت يعتقد البعض أنه في حال أصيب بفيروس كورونا فإنه لا يحتاج لأخذ اللقاح لكن الدراسات تؤكد أن تلقي اللقاح يمكن أن يوفر الحماية من مضاعفات الفيروس الشديدة كما أن مستوى الحماية التي يتم الحصول عليها من المناعة الطبيعية بعد الإصابة بفيروس غير معروف لكن العلماء يعتقدون أن اللقاح يوفر حماية أفضل من العدوى الطبيعية أنا أصلاً خايف من هذا اللقاح اللي هم جابوا أصلاً هم هذا يمكن بيهما أمراض جزوه هذا أستعمله بأمراض لي يسبب لي كورونا أو يسبب لي ضيق تنفس أصلاً هم هذا يعني أنا خايف من عنده لما كورونا ما كورونا أنا ما صارت بي أبدا لا أنا لا أهلي الحقيقة أن معظم الأثار الجانبية للقاح خفيفة وتشمل الحم الخفيفة والتهاب الأذرع والإرهاق وعادة ما تهدأ بعد يوم إلى ثلاثة أيام بالمقابل فإن مخاطر تجلط الدم نتيجة عدوى كورونا أعلى من ثمانية إلى عشر مرات من المخاطر المرتبطة باللقاح في موازات ذلك انتشرت خرافة لربما تكون الأكثر غرابة حيث يتم الترويج لنظرية المؤامرة بوجود شريحة ميكروبية في اللقاح لتعقب الأفراد لكن في الحقيقة فإن الغرض من هذه الرقاقة الدقيقة هو التأكد من أن اللقاح والحقن ليس مزيفين ولم تنتهي صلاحيتهما أما هذه الخرافة فتتعلق بتطوير اللقاح بسرعة كبيرة وربط ذلك بعدم فعليته إلا أن هذا كان ممكنا لأن تكنولوجيا اللقاح كانت قيد التطوير لسنوات عديدة ونظرا لأن كوفيد-19 معدن كان من السهل معرفة ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا لكن نريد أن نتأكد من موثوقية اللقاح يا الله نقدر نأخذه أما الخرافة الأخيرة فتتحدث عن قدرة اللقاح على تغيير الحمض النووي للأفراد المتلقين لكن هذه المعلومات تخالف العلم تماما إذ يقع الحمض النووي في نواة الخلايا ولا تدخل مادة اللقاح إلى النواة لذلك لا يغير الحمض النووي ترجمة نانسي قنقر